بين عراك السياسة وفصولها هناك ضحية في كل حدث جديد وقد تكون الضحية شعبا باكمله او فئة منه في افغانستان كانت الحكاية التي اسستها طالبان حول مفهوم تطبيق الشريعة الاسلامية ما ثار جدل في الاوساط الافغانية ذاتها وفي الغرب كذلك فعلت نساء الافغان المطالبات بالحرية والحقوق ما حاولنا به اصالة رسالة تمنحهن حقهن في التعبير والموسيقى واللباس لكنها اليوم طالبان تتسيد المشهد القيادي في البلاد فكانت اول صور الخوف في قلوب النساء من ممارسات قد تفرد عليهن بحكم قواعد وشروط واوامر تفردها الحركة سيما بعد اول ظهور لها في كابل معلنة على لسان احد متحدثيها بدرورة فرض الحجاب على نساء افغانستان كافة وهنا لابد من الوقوف على ثلاثة خيارات تعيشها نساء افغان فاما الاستجابة للشروط الجديدة وممارسة حياة طبيعية او الهروب الى خارج البلاد بما سير قد يحفه الخطر او الاعتراض والتعرض للعقوبة فيما الجهة الاخرى المتمثلة ببوادر انفتاح طالبان على مجتمع هادئ مستقر ظهرت صور ابدت تحلحل مواقف الحركة وقياديها سيما بعد منع ظهور النساء على الشاشات الا انها الان سمحت الظهور شريطة ارتداء الحجاب بين هذا وذاك يبقى المجتمع الافغاني امام توقعات بمستقبل قريب يحدد مآلات التعامل مع المظهر والسلوك والمحال التي من الممكن ان تكون عائق حرية امام شروط الحركة الاسلامية المتسيدة في البلاد